موضوعا يمكنهم الكثيرين لأن الكثيرون أيضا ينتقدونهم لكن كثر منهم يتابعونهم إنهم الأطفال المشاهير على مواقع تواصل هذه الظاهرة التي ليست بجديدة فالأطفال المشاهير وجدوا قبل وجود المواقع وفي مختلف الميادين عبر الشاشات والسينما وغيرها من قبل إلا أن الجديد في الموضوع هو توسع هذه الظاهرة بشكل كبير وفي الكثير من الأحيان بدون رقابة وبدون رقابة الأهل الغير واعية من قبلهم فكيف ينظر علم الاجتماع لهذه الظاهرة؟ للإجابة التنظم إلينا في الاستيديو الباحثة الاجتماعية من العجلان ولكن قبل أن نبدأ نتوقف مع نتائج استفتاء أجرينا لنرى هذه النتائج ومن ثم نعود إلى ضيفتنا 71% يقول استغلال للطفولة ظاهرة المشاهير ومشاهير الأطفال على مواقع الاجتماعي كيف ترونها؟ 71% استغلال للطفولة 16% دعم لمواهبهم و13% ظاهرة عادية إذن 71% أماني صباح الخير صباح النور 71% يقولون هو استغلال للطفولة وبالتالي شن المانع أن الأولاد يحطون صورهم أو أهاليهم؟ دامنا جميلين ولا يعملون حركة؟ أول شيء شكرا على الاستضافة ثاني شيء فعلا هي ظاهرة تعتبر عادية لكن إحنا نتكلم عن من شذ على القاعدة ظاهرة أن الأطفال يكونوا مشاهير هذه موجودة من وقت ما طلع شيء اسمه إنتاج سينمائي وهذا شيء طبيعي عندهم رغبة أو عندهم الموهبة أنهم يشاركوا ويطلعوا على أي وسيلة إعلام من حقهم يعني بالنهاية هذه موهبة زي مثلا أنه يكون عارض أزياء أو ممثل أو عندهم مواهب كومدية هذا طبيعي إحنا عندنا مشكلة في كيفية التعامل مع الطفل للسوشيل ميديا حسب الأنظمة التي تضعها كل التطبيقات الموجودة تمنع الأطفال ما دون سن 13 أنهم يستخدموا أو يفتحوا أكاونت على السوشيل ميديا ومن 13 إلى 17 سنة يكون تحت إشراف الأهل السبب لأن السوشيل ميديا منطقة تفاعلية مو زي التلفزيون مجرد أنه يعرض ويرجع بيتهم هنا في أطفال حيشوفوه الناس حتتواصل معه حترد عليه ويردوا عليهم فوجود الأهل مع الأطفال فوق 13 حيساعدهم يتعاطوا مع الضغط النفسي اللي يمكن يتعرضوا له خير إحنا نقول إحنا ظاهرة مشاهير السوشيل ميديا بين أنها موهبة وبين أنها خطر على الأطفال وبين أنها ممكن تأثر على أطفال آخرين ما لهم في السوشيل ميديا لأنه ممكن يقتدوا فيهم كأمثلة وما نبغى نقول أنه لازم يكون محتواهم دائما علمي ومفيد لا أطفال يعني إحنا كبار نبغى نتفرج على أشياء ممتعة نبغى نشوف ناس تضحك نبغى نضحك معهم فهي مو مشكلة هنا اللي حاصل حاليا يمكن عندنا أكثر شيء في الدول العربية أنه الأهل اكتشفوا أنه هناك مصدر دخل مادي من وراء وجود الأطفال على السوشيل ميديا فتركوهم يسرحوا يمرحوا بدون رقابة بينما الأجانب إذا شفتوهم أو لاحظتوا كيف في كثير أطفال مشاهير الأهل موجودين هم اللي يصوروهم هم اللي يتواصلوا معاً طريق الحسابات ما يخلوا الطفل يتواصل هو مجرد أنه يظهر موهبته ويشاركها على السوشيل ميديا لكن دائماً الأم نلاحظ فيه كذا شخصية موجودة لاحظوا الأم هي اللي قاعدة تصور هي اللي تتكلم أو الأب أو العائلة كلها تساعد هذا الطفل أنه ينمي موهبته مشكلة هو طبعاً وجود أنه إنسان تحت الأضواء بشكل عام طفل أو كبير هذه بحد ذاتها لها يعني جوانب سلبية وجودك تحت الأضواء أنت يعني خلينا نتكلم أنه إحنا كبار نفقد جزء من الخصوصية نشعر بالضغط أحياناً أحياناً نمثل أنه ما إحنا يعني مثلاً نكون زي أي إنسان نمر بضغوط ضغوط حياتية فنقدر ما نقدر نظهرها للآخر مو لازم الآخر يعرف عن مشاكلنا الخاصة فكيف الطفل اللي ما هو عارف وين الصح من الخطأ كيف يتعامل مع الناس كيف يتعامل مع الضغوط أماني يمكن في نقطة مهمة خصوصاً مؤخراً صارت بدأت تنتشر كثيراً اللي هو طفل ما في موهبة حقيقة ما في موهبة طفل صور مقطع في نقطة في ضحكة في أي حاجة يعني حتى مرات على الشكل يعني يكون في حاجة غير فيها أي تصنيف غير الموهبة ينتقدون الناس أو في البداية الناس تتفرج على المقطع تضحك ينتشر المقطع يرجع ينزل مقطع ثاني وفجأة صار مشهور بشكل مفاجئ الناس تنتقد لكن بالرغم من ذلك بتتابع ولو تجد تلاقي الأرقام مخيفة صحيح ما السبب؟ هو هذه المشكلة أنه أنت كمجتمع أنت قاعد تصنعهم ما في سبب يمنع أي طفل منه يشارك على السوشيل ميديا إلا إذا زي ما قلت لك الأنظمة والأهالي يكونوا هما اللي عليهم مشددين الرقابة انتشرت مقاطع وانشهر الطفل أنا اللي أقدر أوقف الموضوع عندي أو لا إذا أنا حنشر وانتي حتنشري وانت كل أحد حينشر الطفل هذا بدأ يشوف أرقام زي ما ذكرت لك نعود لنقطة أنه أصبح هناك دخل مادي أصبح هناك أشخاص شركات قطاعات تستعين بهذه الأشخاص لو ما صنعوا لهم قيمة بيدفعهم للإعلانات ما استمرتها هم شايفين الناس بتتابعهم حتى ما هو هي الفكرة وين المسؤولية الاجتماعية من جميع الأطراف أنا كمتابع لازم أوقف الموضوع عندي أنا كشركة لازم ما أستعين فيهم وأدفع لهم فلوس وأشجعهم على الاستمرارية أماري هذه مثاليات يعني في الغرب هناك قوانين الإعلام لا يصور طفلة وإن كانت بصحبة والدها إلا بموافقة وبالتالي ما تطلع صورتها على الجريدة كما حدث مع رئيس وزراء بريطانيا الأسبق لكن اليوم في العالم العربي أو خلينا نتكلم في منطقة الخليج طفل لم يتجاوز عمر عشر سنين مع جهاز جوال أو موبايل هو يعرف يدخل على سناب شات على انستجرام إلى آخر هذا الطفل نفسيته كيف راح تكون؟ وهذا اللي ذكرنا أنه إحنا كبار نتعرض الضغوط كيف الطفل اللي يقدر يتعامل مع التحرشات عبر السوشيال ميديا أنا من يعرفه كيف ممكن الأهل يتركوا أطفالهم إذا كان يستطيع تمييزها كيف حتى لو كان يقدر يميز نحن نتكلم حتى لو وصل عمره 17 إلى 18 سنة يتعرضون للتحرشات تجيهم مقاطع تجيهم رسائل تجيهم طلبات يتم استدراجهم بشكل أو بآخر في عندنا شيء اسمه وخاصة المراهقين اللي ممكن مثلا مجموعة شباب أو بنات مراهقين ينشؤوا صفحة علشان يؤذوا شخص معين يتبادلوا الإشاعات طيب هذه كيف حيتعامل معها الطفل يعني إلى الآن هذه هي الفكرة أنه هل مثلا بإمكان جهات رسمية في كل دولة مثلا نقول إحنا أنا شامنا السعودية هل أقول مثلا أنه وزارة الإعلام تنشأ يعني زي هيئة أو مركز لأنه يحطوا معايير ويتابعوا فيها الأطفال اللي موجودين على السوشيال ميديا بحيث أنه خليه يمارس هوايته ولكن لا يضر نفسه ولا يضر الآخرين هل في إمكانية الحدوث هذا ما أدري هل في إمكانية أنه يتم استحداث نظام خاص بموضوع السوشيال ميديا بمنهاء جديدة داخل علينا ما كملت العشر سنوات أصبح هناك نظام مثلا جرائم معلوماتية لكن هل في شيء خاص للمعايير اللي ممكن يتم التعامل فيها هنا هل ممكن أفرض على الشركات معينة اللي تدفع وتستجلب هذول الأشخاص أنه أقول لهم إذا ما طبق المقاييس أو المعايير التالية فلا يمكن استضافته كما يحدث مثلا مع القنوات في كثير شخصيات مع أنهم مشهورين ومجالات مختلفة لكن ما يتم تغطيتهم إعلاميا لأنه لهم أثر سلبي يعني أفرض أنه فيه مجرم طيب ومشهور هل حيتم استضافته لأنه مجرم لأنه مشهور فهمت كيف الفكرة فهي الفكرة هل سنوجد هذا يعني نعتبر أنه هذا واقع لا المحالة من وجوده ونبدأ نصنع القالب القانوني والنظامي لحمايتهم ولتطوير مواهبهم هذا السؤال إن شاء الله نتمنى أنه يصل للجهات المسؤولة ويتخذوا فعلا قرار وأيضا الشركات أو الجهات المعلنة لازم تتخذ الحالات يوم يشدوا حيلهم شوي الشركات ويتعاونوا مع المجتمع لأنه مجرد أنك أنت تبغى توصل الأكبر شريحة ممكنة فهذا ممكن يضرنا كلنا صحيح يعطيك ألف عافية أماني على وجودك معنا أماني العجلان البحث الاجتماعي كانت معنا اليوم